السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرجعتكم اليوم بمقطع جديد مقطع المقاطع مقاطع عبارة عن أغرب المنتجات الموجودة بالسوبر ماركت رقم 5 قبل ما نبدل مقطع جماعة خلالت الصنصاتي مصر محمد خليكم مع المقطع طيب جماعة خمسة مقاطع 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 عبارة عن أغرب المنتجات المقاطع فهذه السلسلة مره عجبتكم مره عجبتني أنا بعد فرح تكون السلسلة هذه شهرية طبعا أنا ملزل من السلسلة 4 وهذا أربع مقاطع وهذا مقطع الخامس فبذل رح تكون كل شهر هذه السلسلة مثله مثل أي سلسلة مثل مثل أغرب القنوات وغيره من السلازل أبطوا عليكم مقطع خلونا نبدأ أول منتج معنا جماعة الخير بنكهة المشاوي مع الثوم صراحة مرة غريبة النكهة فما أبطوا عليكم وخلونا نجرب نحط لنا سهم هنا فعلشان ألفك مننا يعني والله الريحة غريبة وشوف حتى الشكل بعد غريب كأنه كاجو كأنه من المكسرات يعني إن شاء الله نوضح لكم حين نقول بسم الله هم 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 طعم المشاوي والثوم الطعم هناك والمشاوي الثوم هناك صراحة مرة رهيبة جازلة شوف فيه كمية كبيرة مرة من داخل وتعني المنتج هذا أربع ريال فصراحة يعني على الطعام صراحة يعني أحس يستاهل ريالين ونص ثلاثة ريال هم أحس مبالغ فيه شوي أربع ريال أربع ريال وستين هاللا بعد فالحين نروح للمنتج الثاني واللي هو شبس بنكهة الجبنة والبصل فهذا هو شكله مثل ما طالع لكم الحين وخلونا نقول بسم الله أوه والله شكله رهيب هذا هو شكله والله ريحة ريحة بصل فنقول بسم الله ما ادري ما ادري صراحة طعمه زين بس انه غريب ما ادوش احس الالبصل هو مخرب ايه صراح ما قيمتها المنتج الأول اقيم المنتج الأول سبعة من عشرة أو سبعة ونص صراحة زين يعني لو بشير مرة ثانية شريتها فانكمل المنتج الثاني واللهي ما ادري يعني صراحة زين انشين هو زين بس احس بدون اضافة البصل احسنها ازيان صراحة زين بس مثل ما قلتكم صراحة البصل مخرب لو بدون البصل يكون الجبن باس الحالة وتوقع راح يكون مرة رهيب وهذا هو المنتج الثاني وراح قيمه ستة ونص من عشرة صراحة طعم وممكن اذا لقيته مرة ثانية ممكن ممكن اشري ممكن سعره ثاثة ريال ونص ونحن نروح للمنتج الثالث واللي هو من نفس الشركة هاليتو ولكن بطعم ملح البحر والفلفل الاسود صراحة ما ادري شلون اجتمع هذين بطعم واحد مادري صراحة شي غريب وحتى شكل بعد رهيب مرة فخلوه نقول بسم الله ونجده نفس الشكل اللي توبس انه غير نفس الشكل اللي توبس انه غير شلون نقول بسم الله ثلث الاسود مكثرينه مرة حتى ما قلتم مكثرينه باي نشوفه ونقوطه سود ما ادري صراحة ما ادري كيف طعمه صراحة زين بس انه مو بزين مادري كيف فالمنتج الثالث جمعتها الخير راخ راخ فالمنتج الثالث جمعتها خير راح هياخذ معنى خمسة من عشرة انا ملاحظة تقييمات قاعد تنزل 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 سبع ونص بعد شوي ست ونص والحين خمسة فالله يستروا المنتجات الجاية فهذا هو المنتج الثاني و اقيمه مثل ما قلتم خمسة من عشرة صراحة طعم رهيب لكن مكثرين مرة في الفلاسود فالمنتج الثالث والحين نروح للمنتج الرابع واللي هو كونتي كروفليكس رقائق الذرة لوحة رقائق الفطور المهم حطين هنا مع حليب ولكن راح اجربه بدون حليب هما هو كروفليكس يقالوا يعني حليب وزي كذا فالمهم نفتحه اوه والله شكل رهيب اوه رهيب مرة بس انه اوه هو مع حليب دقيقي بريكم هذا شكله مثل ما تشايفين ومع تحت في حليب اتوقع ان حطين به كروفليكس وحليب وشو اسمه وعسل اتوقع فانقول بسم الله لا لا مو بعسل كرامل اللي حطين به والله رهيب الطعم رهيب ولكن ثقيل ثقيل مرة كأنك كأنك تأكل حصاته جاسي جاسي مرة هذا هو المنتج الرابع وراح يقيمه ثمانية ونص من عشرة صراح يستاهل كل الريال اندفهت عليه طبعا هو بالريال ونص تقريبا فيستاهل مرة وللي يقدر يجربه يجربه صراح مرة رهيب وللي يحب الكرامل وللي يحب الكرامل يجربه رهيب مرة ومكثرين الكرامل بعد وحتى إضافتها الحليب من تحت رهيبة مرة حتى فكرتهم كله رهيبة فصراحة جاهز لي ومثما قدتكم اقيمه ثمانية ونص من عشرة ونحن نروح للمنتج الخامس واللي هو من شركة كتكات بطعم الكوكيز فصراح مرة متحمس ودي يجرب طعمه وخلوه نقول بسم الله ونجربه طبعا هذا سعره ريالين وربع أو ريالين ونص فاا أيوان فكه وشكل كتكات يعني مبشي غريب فنقول بسم الله والله رهيب ما اقصق هوه بس مره مره رهيب والله يستاهل قلين قلينه نصف طاهر هذا المنتج الخامس وراح اقيمه تسعة ونصف تسعة ونصف من عشر تسعة ونصف من عشر صراح مره رهيب ويستاهل ولو شفته رحال شي عشر منه رهيب مره ويستاهل ريالين ونصف يوم شفته ريالين ونصف قلت اح السعر مبالغ فيه لانه هو بالعادة ريال وربع ريال ونصف الكتكات العادي فيوم شفته ريالين ونصف قلتش دعوة حسو غالي يعني ولكن صراح مره رهيب يستاهل ريالين ونصف صراح مره مره رهيب والله يقدر جربه يجربه ورهي مرة 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 ومثل ما قلتكم ناقص بس قهوه ويصير عشرة من عشرة هذا هو المنتج الخامس ونحن نروح للمنتج السادس والي هو بعد من شركة كيت كات ولكن بطعم التوت خلوني نقول بسم الله ونجربه وهذا سعره تقريبا ريال لا مو بريال مدري كم نسيت سعره الصراحة وريحته ريحته توت هو كيد طعم التوت وصنه ريحته توت فخمه فنقول بسم الله ولا متوقع طعمه طبعا شاكونا نداخل نفس الشاي وبلازم بريك معي اللهي رهيب بسني عطش هذا هو المنتج السادس والاخير وراح اقيمه سبع من عشرة صراحة بالنسبة لي ما يستاهل ريال او لا مو بريال هو حول ريالين او ريالين صراحة ما يستاهل يساهل ريال ريال وربع ريال ونص ممكن يساهل يوثار بريال وربع او ريال ونص لانه هو على ظنة اذا اظهر نحول ريالين او ريالين فصراحة هذا منتج لكنه لا اعطش يقول له مبقهوة الا جايككهوة فبس ازمعت خير هذا كما اقطعنا اليوم اشانا عجبكم هذا مقطع اذا اعجبكم لا تسألو تغطوه لك واشتركنت على جرس انبيهات وايضا لا تسألو الصلاة العربي الله ونصول نحمد هذا كما اقطعنا اليوم اشانا عجبكم هذا المقطع جماعة خير ما بقي شي على 600 مشترك انا بدايت باليوتيوب الينا الحين وانا مع عمري طلبتكم انه توصلونا للرقم ولكن جماعة خير تكفون بدي اوصل 600 مشترك علشان اذا وصلت 600 مشترك عندي لكم مفاجأة سوي بمقطع 600 مشترك باذن الله مفاجأة يعني ان شاء الله تتعجبكم يعني فكنت المفاجأة هذي بسويها ب500 مشترك ولكن ما قدرت فأتجلت الى 600 مشترك وباذن الله اذا وصلنا رح اسويه وان شاء الله تنال على اعجابكم وبس ما بيطال لكم مقطع اشترك كذلك بالمقاطع الجاية السلام عليكم